السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة يا جماعة ان شاء الله هقدم لحضراتكم واحد من اهم المواقع المجانية المتوفرة في الوقت الحالي على شبكة الانترنت والذي يعمل به الذكاء الاصطناعي بصفة كاملة هذا الموقع متخصص في انشاء الخرائط الذهنية التفاعلية التعليمية الرائعة ان شاء الله فكل ما تحتاجه فقط هو اعطاء هذا الموقع اسم الخريطة التفاعلية المراد انشاؤها والموقع ان شاء الله سوف يتولى انشاء كل فروع الخريطة الذهنية التفاعلية مجانا تماما وكل تفاصيل هذا الموقع بداية من كيفية استخدامه وحتى تصدير الخريطة النهائية ان شاء الله سوف اوضح لحضراتكم بالتفصيل الكامل في هذا الفيديو ولكن اولا جماعة خلينا اقول لكم اهلا بكم في قناة انفولوجي التعليمية انا محمد حامد تابعوني طيب يا جماعة دلوقتي نبدأ على بركة الله في شرح الموقع الكنز المشروح في هذا الفيديو والذي يستعمل الذكاء الاصطناعي وده شيء مهم جدا يا جماعة وهينفعنا وهيريحنا كتير في انشاء الخريطة كما سوضح بعض قليل ان شاء الله ولكن قبل مشرح الموقع ده خلينا اعرض على حضراتكم حاجة مهمة جدا انني بالفعل قد قمت في السابق بشرح انشاء وتصميم الخرائط الذينية التفاعلية من الالف لليا وكيف ان احنا نوظف في شرح درس تعليمي كامل الفرق بين الشرح القديم اللي انا شرحته تقريبا من 11 شهر او سنة وما بين الطريقة الا اشرحها بعد شوية ان هذا الشرح لم استعمل فيه الذكاء الاصطناعي وكل هذه المعلومات المعروضة امام حضراتكم الان في الخريطة تم ادخالها يدويا بالكامل ولكن في الموقع اللي اشرحه بعد شوية بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيدعم كل اللغات يعني ممكن اعطيله هنا العنوان الرئيسي ده اللي هو يكون شكله ده كده باللغة العربية يبدأ يجيب لي الخريطة باللغة العربية حط باللغة الفرنسية يجيب لي باللغة الفرنسية وكذا تمام تمام وما تقلقوش ان شاء الله هترك لحضراتكم رابط الشرح ده اللي هو الشرح القديم ورابط الموقع الجديد اللي هستعمله بعد شوية فيه صندوق وصف هذا الفيديو ان شاء الله لمن اراد بقى ان هو اما يستعمل الطريقة القديمة او الطريقة الجديدة التي تدعم الذكاء الاصطناعي لان كل طريقة يا جماعة لها مميزاتها فده بقى يرجع لحضرتك اسمع الفيديو هين وابدأ اقرر ايهما تريد ان تستخدم ان شاء الله طيب نبدأ على بركة الله يلا فيه شرح الطريقة الجديدة والموقع الجديد هنبدأ نفتح يا جماعة صفحة جديدة على المتصفح ونجي في مربع الكتابة ده ونكتب الكلمة المعروضة امام حضرتكم الان ومفيش داعي انكم تعرفوا اسم الكلمة لان ان شاء الله اترك لحضرتكم رابط هذا الموقع في صندوق وصف هذا الفيديو باذن الله تعالى بعد كده هاجي اضغط على كلمة سلية المنتجات وبعدين اضغط على كلمة سلية الخرائط الزيونية التفاعلية بيفتح لي الصفحة المعروضة امام حضرتكم الان بعد كده ايضغط على كلمة عشان اسجل دخول انا طبعا بفضل ان انا اسجل بي استعمال حسابات الجوجل كروم ابدأ اختار الحساب المراد التسجيل به الان والموقع بيعيد تحمل نفسه مرة تانية يا جماعة وبيقول لي دلوقتي بقى ايه يعني ابدأ سمي مساحة العمل الخاصة بك انا اسميها على سبيل المثال يعني هام مثلا انت بقى ابدأ اسمها باسم مدرستك اسم صفة اسم المجموعة الدراسية اللي انت بتشتغل عليها وكذا تمام تمام الحاجة دي انا اشرحها بعد شوية اللي هو دعوة الناس لمساحة العمل الخاصة بك ولكن يلا خلينا نشرحها بالمرة انت هنا ممكن تحط ايميل احد الاصدقاء او تحط ايميل الطلاب وتدعيهم لمساحة العمل بتاعتك ويشاركوا معاك في مساحة العمل بالتعديل بقى بالاضافة وهكذا تمام تمام ولكن انت ممكن تدلهم صلاحية انهم يعدلوا معاك او فقط يشوفوا فقط يطلعوا فقط لو انت حبيبهم فقط يكون لهم امكانية الاطلاح فقط خلاه من هنا لو خليته من هنا كمعدل او يقدروا يعدلوا فيه مساحة العمل وكأنهم فتحوا مساحة العمل الخاصة بهم تماما خليها اديتور من هنا تمام ولكن خليني اضغط على كلمة ايه تمام من هنا بيقول لي طبعا انت ايه نوع العمل اللي انت حابب تعمله على اه الخريطة التفاعلية انا هختار كسم التعليم من هنا تمام وممكن تضغط على كلمة من هنا خلينا نضغط خدنا طبعا ليه يعني الموقع الرئيسي كما ترون الان اعمل ايه دلوقتي يا جماعة اختصارا للوقت هنضغط على كلمة create new بعد كده اروح على كلمة board من هنا اهم حاجة دلوقتي ان انا افعل الخريطة الذهنية التفاعلية اللي بتستعمل الذكاء الاصطناعي خلينا نقفل دي من هنا الاول كده هايجي على option ده اضغط عليه لما بضغط عليه بيحرك معايا الاب الرئيسي في الخريطة التفاعلية الذهنية اضغط كده حتى نعمل place او نعمل تثبيت للاب الرئيسي حدد دي وبدأ بحط عنوان الخريطة الذهنية التفاعلية شايفين المربع البرتقالي اللي ظهر فوق ده شفتوه اللي هو اختفى من شوية ده اللي هو ده كده يا جماعة اللي هو كان ظهر من شوية واختفى هنا بيقول لي ان option ده من خلاله اللي هو ده يا جماعة من خلاله ان احنا نقدر نعمل خريطة ذهنية تفاعلية بالكامل باستعمال الذكاء الاصطناعي وشايفين المربع البرتقالي اللي بيظهر هنا ده اللي هو هنا ده والي هنا في مرحلة البتل يعني هو لسه في المرحلة التجربية ما بلكم بها لما بيكتمل الموقع ده بصفة كاملة إن شاء الله طيب خلينا يلا نبدأ نحط أي عنوان خلينا استعمل اللغة العربية حتى يناسب هذا الفيديو كل المشاهدين إن شاء الله هكتب هنا على سبيل المثال أنواع الأسماك أنا حابب مثلا أعمل خريطة تفاعلية ذهنية عن أنواع الأسماك طيب أضغط بقى فين؟ إما تضغط هنا أو ممكن أضغط في الخارج وأرجع أضغط كمان مرة وبعدين أضغط على الأوبشن الخاص به الذكاء الاصطناعي وأبدأ أصغر شوية من هنا كده عشان نشوف الخريطة الذهنية التفاعلية كلها قدامنا دلوقتي الذكاء الاصطناعي جماعة شايفين؟ هو يعمل لخريطة هو شايفين كده؟ طيب هل الخريطة دي كافية؟ إنت بقى يبدأ يتحكم فيها بمعنى إيه؟ الفرع ده أبدأ أحركه هنا كده تمام؟ وسمك التونة أيضا أبدأ أحركه في الناحة التانية وسمك السلامون طبعا إنت بقى تقدر تتحكم في الخريطة كلها ابدأ أوزع الأبناء دي بنسميه جماعة الأبناء ده بنسميه الأب الرئيسي ودي الأبناء وهكذا تمام؟ تمام يا جماعة ممتاز جدا ممكن تفصل يعني ابن عن الأبناء خلينا يعني نتراجح كده لو أنت حابب تفصله من هنا كده اسحابه بعيد شوية كده لو أسمك السلور تقريبا أنا حطيته بعيد وممكن أعمله كنكتر أو أربطه مرة تانية وده هشرحه هشرح كل الأبشنز دي بالتفصيل إن شاء الله ممكن أحزفه أهو دي الليت من لوحة المفاتيح حزفته خالص طب واحد يقول لي دلوقتي يا مصر محمد ايه ده الخريطة دي غير كافية خلاص انت بقى ابدأ استعمل الذكاء الاصطناع مرة تانية روح على سمك مثلا السلمون اضغط عليه وبعدين اضغط على الأبشن الخاص بالذكاء الاصطناع مرة تانية يبدأ يعمل لك خريطة فرعية لسمك السلمون اللي هو أصلا تابع لأنواع الأسماء فهمتوا من شفته يا جماعة اسحب دي هنا شوية كده شفته عمل اللي جاب لسمك السلمون وهكذا بنفس الفكرة السمك التونة اضغط على الأبشن بتاع الذكاء الاصطناع يبدأ يجيب لك كل أنواع سمك التونة فهمتم? اضغط على سمك الكرش ايضا هو وبعدين اضغط على الأبشن الخاص به الذكاء الاصطناع يبدأ أيضا يعرض لك كل أنواع أسماك الكرش الموجودة في العالم البحار المقصود يا جماعة أن أنا كده شايفين? انا كده عملت خريطة تفاعلية بالكامل جدا. وممكن ايضا افرح كمان يعني لو رحت على سمك السلمون ده افرع منه كمان تفرعة تانية. يا جماعة تفرعات غير متناهية. هنا الذكاء الاصطناعي بيوفر علي يعني شغل كتير جدا جدا ان شاء الله. طيب امتا شوفوا معايا. شوفوا معايا. ايه اللي يحصل دلوقتي فيه سمك السلمون? اهو. شايفين يا جماعة كده? اه. يبقى هو كده يعني عملي توليد ليه فرع اخر ليه الفرع ده التابع للفرع ده التابع للفرع الرئيسي. انتم بقى بنفس الفكرة ايب ده طبعا انا مش هقدر بقى اعمل كل الفروع او دي. انا فقط بشرح هنا على سبيل الايه? على سبيل المثال. ممتاز جدا. طيب. خلينا اقول بقى الشريط ده بيستعمل فيه. خلينا اروح على سمك السلمون دي. انا حابب اخلي دية بولد مسلا خلينا اكبر شوية من هنا كده. او سمك التونة مسلا. اضغط على مرتين كده. ممكن اخليها بولد. تمام? ممكن نخليها مائلة. ممكن من هنا بقى حط خط في النص اعمل لها هايلايت كده. تمام? ولكن الهايلايت ده انا بفضله في الاب الرئيسي هنا. ممكن نخليها هنا هايلايت. من هنا كده نخليها باللون الاصفر. ممكن نحط مسلا يعني خط في النص كده زي ما حضراتكم شايفين. ممكن ايضا نخليها على هيئة كود كده. يعني فيه هناك مساحة واسعة بين الحروف. وهكذا ولكن خلينا نبدأ نتراجع عن كل امر ونسيب فقط الهايلايت من هنا. ممتاز. من هنا ممكن احط لينك بمعنى ايه? بمعنى ان انا هستعمل الخريطة دي بالكامل في شرح درس تعليمي لطلابي. فعندي اختبار على جوجل فورمس بقى او على المايكروسوفت فورمس او فيديو على اليوتيوب اي شيء اي لينك. اللينك ده يا جماعة ممكن يكون لاي صفحة على شبكة الانترنت. فيديو على اليوتيوب اختبار على جوجل فورم اي شيء. احدد من هنا وبعدين اضغط على علامة اللينك وابدأ احط اللينك بتاعي هنا. اللينك ده يا جماعة كما قلت ممكن يكون لاي شيء. خلينا نجيب قناة التعليمية وبعدين ارجع مرة تانية من هنا كده وبعدين احط اللينك بتاعي من هنا. تمام? يا سلام بقى لو انت عامل بقى اختبار على جوجل فورمس او مايكسوفت فورمس وحطت اللينك بتاعك هنا. اول ما بتضغط في الخارج بيجي لك هنا اللينك بحيث انت بقى لما تعرض الخريطة دي او تشاركك زي ما اشرع بعد شوية مع طلابك يقدر الطلاب يشوفوا الخريطة ويروحوا من هنا يضغطوا هنا كده على الاختبار فياخدتم تلقائيا على النافذة الجديدة الخاصة بالاختبار ويحلوا الاختبار ويبقى انت كده شرحت درسك بالكامل وطلابك حلوا الاختبار او شوفوا الفيديو بقى على حسب اللينك انت حاطت ايه. تمام يا جماعة انا بحاول اوضح السورة لحضراتكم من الالف لليا. ممتاز جدا. طيب خليني يلا نرجع اللي دي مرة تانية. من هنا ممكن اعمل لفايل يعني ممكن لو انا بقى عندي او ملفات ممكن اعمل لها او اذكرها عندي هنا بكل ايه بكل بسطة. ولكن خلينا نتخطى الخاص بالمنشن. من هنا ممكن لو انا مسلا حابب اغير لون الخط. يعني شايفين الخطوط. كل الخطوط اللي مسكة الفرع اللي اسمه سمك السلمون اخلاها يعني خطوط متقطعة كده. ودي بس تعمله هامدة يا جماعة لو انا حابب اميز فرع عن بقية الفروع. تمام? يعني الفرع ده له صفات والفرع ده له صفات مختلفة. ممكن اميز فرع عن فرع وهكذا. تمام? تمام? ولكن خلينا نسترجع مرة تانية. هنا ممكن ايضا اغير لون الخط وايضا ممكن استعملها فيه يعني تمييز الفروع عن بعضها او تمييز مسلا اه مجموعة معينة من الاسماك عن مجموعة اخرى وهكذا طبقا لنوع المنت العلمية اللي انت بتشرحها هنا. من هنا بقى يا جماعة ممكن ان انا ابدأ ان انا استعمل مجموعة من الاشكال الجميلة. لو رحنا على من هنا. ممكن اعمل اضافة لأي شكل من الاشكال ده. ممكن مسلا انا بتكلم عن الاسماك ممكن اكتب كلمة بالانجلش كده. واشوفها يجيب لي يعني ملحقات فرعية اشياء بحسن بها الشرح شايفين? ضفت هنا علامة الايه? علامة السمكة بكل ايه? بكل بساطة. اللي هي دي كده يا جماعة. ممتز كدا. طيب. ده بقى بيعمل يا جماعة. ده بيعمل كلابس يعني بيقفل الفرعيات اللي انا عملها السمك السلموني. يعني لو ضغطت هنا كده يفل الفرعيات. بس جاب لنا علامة يعني بمعنى ان انا لو ضغطت على مرة تانية يرجعني لي الفرع المختفى مرة تانية. طبعا ده خاص بالذكاء الاصطناعي. هنا ممكن اعمل يعني اكرر الفرع مرة تانية شايفين? الفرع معي. انا ساحبه معي. اللي هو سمك السلموني انا قررته مرة تانية. ولكن خليني اتراجح كده كنترول زي. اللي هو اتراجع من لوحة المفاتيح يعني. وهكذا. طيب ممتز جدا. من هنا يا جماعة ممكن احط يعني اضيف يعني تعليق معين. بمعنى ايه? لو انا بشرح لطلابي بقى الدرس ده. وجيت عند الفرع الخاص بيه سمك السلمون ده. وحابب اضيف حاجة عشان ما نسهاش لما اجي اشرح لطلاب. اكتب هنا مسلا. لطلابي مسلا ايه? او اكتب لنفسي. تمام يا جماعة? لما بخلص اضغط على كلمة من هنا. وبعدين اضغط في الخارج. هنا ايه الفرق بقى? الفرق اللي هشرحه بعد شوية ان هنا عند سمك السلمون جالي هنا اللي هو محمد ده اللي هو انا وضف كومنت اسمه كثيرة التكاثر. تمام? تمام. لان بعد شوية اعرفك كيف انك تعطي ايضا للطلاب امكانية ان هما يضيفوا تعليقات وانت ايضا تشوف. تمام? تمام. طيب احنا كده تقريبا خلصنا يعني كل شيء الفكرة الرئيسية في الخريطة من هنا. ممكن اصغر من هنا نشوف الخريطة بالكامل. ممكن اكبر من هنا. طيب تعال بقى من هنا على الاشياء ديت. الاوبشنز دي مهمة جدا. لو ضغطت من هنا كده حاجة بنسمى اللي هي خرائط التضفق بيجيب لمجموعة من الاشكال. الاشكال دي ممكن استعملها في اضافة تحسينات للخريطة. يعني ممكن ارسل مسلا الشكل ده اهو. اهو يا جماعة زي ما حدرككم شايفين كده. ممكن اوصله باي فرع في الخريطة كده اهو. ممكن اكتب فيه. يعني ممكن اكتب في اي حاجة ممكن اكبره شوية من هنا اعرضه اصغره. ممكن الفرع ده ان الفرع ده ممكن ايه ممكن اوصله باي شيء يعني شايفين من هنا كده. ممكن اسحب الفرع ده. واوصله للخريطة في اي مكان. او ممكن اغيره من هنا كده. ووصله مسلا بالسمك ده. يبقى المعلومة اللي ضفتها هنا لها علاقة بالسمك ده. شايفين الفرع يا جماعة? شايفين التواصل? وهكذا. فهمت وجهة نظري? ما ينطبق على الشكل ده. ينطبق بقى على كل الاشكال. ممكن ايضا اضيف الديامونت اللي هو الشكل ده. تمام? ومن هنا ايضا ممكن اضيف له ارتباط مع سمك الكرش الابيض او. يبقى انا لو ضفت هنا معلومة دلوقت وكتبت اي شيء. الولد لما يشوف الشرح يعرف ان سمك الكرش الابيض ده بيتميز بصفة معينة. وحطت هنا في المربع ده. فهمتوا يا جماعة كنترول زي تراجع اهو. كنترول زي تراجع مرة تانية وهكذا عشان تبقى الخريطة واضحة بس. طيب. يبقى انا كده شرحنا اول اوبشن. الاوبشن التانية يا جماعة اللي هو ده اللي هو الستيك نوتس لو اللون مش عاجبك من هنا ابدأ غير الالوان بتاعة الستيك نوتس وهكذا جماعة. دي بضفة يمتى بضفة بقى لو انا حابب منساش معلومة معينة جزء معين حابب اضيفه لطلابي ومنساش عشان لما اجي اشرح الخريطة دل الطلاب مش انس من هنا كده ممتس جدا. طبعا كل الاوبشنز دي شرحتها من شوية. ده طبعا الاوبشن الخاص بيه المايند ماب. من هنا طبعا الكنكتورز يعني ايه خلينا بساح دي بس عشان ما يبقاش فيه يعني ايه زحمة في الخارجة. خلينا اقول ان سمك التونة وسمك الكرش الاتنين بيتطفقوا في صفة معينة. اي صفة انا بشرح يا جماعة اي شيء انتو بقى ابدأوا طبقوا الشرح اللي انا بقوله ده على المادة العلمية اللي عنده. ابدأ اوصلهم ببعض بكانكتور اللي هو الرابط ولكن انا بيقول لي اختار نوع الرابط خلينا ناخد النوع ده من الروابط. ابدأ بقى اربط ما بين سمك السلمون وما بين سمك الكرش. لما بتربط بينهم بيجيب لك نص في النص بيقول لك ايه العلاقة بين الاتنين. اقول لهم مثلا اسماك متوحشة. هي طبعا اسماك التونة مش متوحشة ولكن انا بكتب بس ايه? على سبيل الشرح. فهمتوا وجهة نظر يا جماعة? او اسماك متوحشة. يبقى الطالب لما يجي يفهم الخريطة دي او انت تبدأ تشرحها. تبدأ تقول لهم اول ما الطالب يشوف يشوف ان دي سمك السلمون ايه سمك التونة وسمك الكرش وهم ما بينهم علاقة وهي اسماك متوحشة. انتوا فهمتوا هي طبعا سمك التونة مش متوحش ولكن بكتب على سبيل الايه? الشرح. من هنا ممكن اضيف نص يعني ممكن اضيف اي شرح اضافي جنب سمك الفيلي مثلا من هنا اكتب اهو يبقى ابدأ اكتب مسلا سمك الفيلي كذا 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 يا طالب. معنى ذلك ان انا لما اجي اشرح افتكر ان هنا ملحوظة انا ضفطال سمك الايه سمك الفيليه. نفس فكرة ونفس فكرة وهكذا. طيب امسح دي خالص من هنا. تعالى بقى من هنا. ودي انا لسه اشرحها من شوية لو حابب بقى اضيف اسماك شيف انتوا رمز السمك الصغير اللي انا ضفته ده. ممكن منها اضيف اي شيء ودي لسه اشرحها من شوية. اللينك شرحته من شوية. تعالى بقى فيه على الخريطة. ممكن اشرح اي شيء على الخريطة بمعنى ان انا بقى لو بستعمل تابلت او شيء. ممكن ابدأ اشرح لطلابي على الخريطة كل شيء. ركزوا معايا طلاب هنا. وابدأ احدد وهكذا كل شيء. ممكن امسحه. امسح من هنا بكل بساطة كل اللي انا عملته. او ممكن كنترول زي كده تراجع بسرعة من لوحة المفاتيح. بامسح كل شيء. تمام تمام. ممتاز جدا. من هنا ايضا يا جماعة من ديت اقدر ان انا اضيف ودي مهمة جدا. ليه بقى? لان ديت خليني اصغر شوية من هنا. عشان الاقسام دي مهمة. بمعنى ايه? بمعنى ان ديت مسلا مجموعة الاقسام دي او دي ساكشن يعني ايه? يعني بيخليني احط مربح كده حوالين كسمة معين من الخريطة. لو دغطت على ساكشن من هنا ممكن اسمش ساكشن ده. اسمهم مسلا نوع معين من الاسماك. ابدأ اديلهم مسلا تايتل معين. او اسماك مسلا اه عديمة التكاثر وهكذا فهمتوا. يعني بيرتبطوا مع بعض بصفة معينة. ابدأ احط الصفة بتاحت هنا بكل بساطة. يبقى معنى ذلك ايه? ان الاربعة دول لهم علاقة معينة. وابدأ احطولهم تايتل هنا. وانتو بقى ابدأوا وظفوا شرحي. يعني على ايه? على الخريطة اللي انتو بتعملوها ان شاء الله. من هنا ايضا يا جماعة اقدر اضيف بقى ايه? يعني كوالب بقى وعاجات مش مهمة اوي. ولكن من هنا ممكن يعني لو حابب اضيف خريطة جديدة وعدل عليها اهو. اضغط على كلمة من هنا. بتنزل للخريطة شايفين? ولكن الخريطة دي بقى ما فهاش زكاية اصطناعية. يعني انا بعدلها بالكامل يدويا. فهمتو اصدي? ولكن خلينا احددتها كلها كده. اهو. من هنا كده. وبعدين دليت من لوحة المفاتيح. تمام تمام. من علامة من هنا ابدأ اضيف ايضا نفس الكلام. ولكن الحاجة مهمة في علامة دي. اللي اخر ده. ان انا من هنا ممكن اضيف يعني ايه? يا جماعة. يعني مؤكد. ممكن اضيف من عشر دقايق. اهو. ابدأ اشغل بتاعه. يبدأ اشتغل هنا. وممكن اصغره شوية كده. او ممكن اكبره. بمعنى ذلك ايه? ان انا هاعرض الخريطة دي لطلابي. قد لهم وقت ان هما يشوف الخريطة دي في عشر دقايق. ويقعي. مسلا حتى اطلوهم اللينك ده واللينك ده عبارة عن اختبار معين. لازم ان هما يحلوا الاختابر اه قبل عشر دقايق. واكد. انت بقى ابدأ وظف الطايمر كما يطراء لك ان شاء الله. طيب خليني يلا ابدأ ايه? ابدأ ان انا اعمل اسطوب للطايمر من هنا واقفله. لو روحت ايضا من هنا على علامة البلاس. طبعا والاشياء دي كلها شرحناها. ممكن بقى ايضا ان انا ارفح صورة. شايفين طبعا والنصوص واللينك الاشياء دي كلها ايه? شرحناها والايكونات والساكشنز والفري هاندينج او الفري هاند درونج اللي هو الرسم او التحرير الطلقايي. لسه شرحنا من شوية. تعال بقى على رفع صورة. اضغط اهو. ارفح صورة. خلينا اقول ان حابب اشرح الصورة دي. صورة القلب. حطها معايا كده. كعامل مساعد للخريطة. وابدأ اشرح بكل بساطة. طيب يا جماعة فهمنا كده? ممتاز. تعال بقى دلوقتي للجزء المهم اللي يكون خاص بقى بمشاركة الخريطة مع طلاب. نروح على كلمة شير. ركزوا بقى معايا لان بدأنا هنا في جزء مهم ايضا. كلمة شير اول حاجة يا جماعة لو انا ضغطت على كلمة نسخ الرابط الخاص بالخريطة دي. ولكن قبل ما نسخ الرابط الناس اللي انا اقدر ادعيهم باللينك ده تمام? هيوصلوا للوورك سبيس بتاحت هيوصلوا لي مساحة العمل بتاعك. يقدروا يعملوا ايه? دايما خلاها فيو. ليه? عشان انت لو خلتها كامنت هيقدروا يضيفه تعليقات. خلتها ایديت هيقدروا يعدلوا ويضيفوا ويمسحوا في الخريطة بتاحتك. انا بفضل الفيو. اي حد معاه اللينك ايضا هيقدر يعمل ايه? لو انت حابب تخلي الطلاب يضيفوا تعليقات خلاها كان كامنت من هنا. لو انت حابب تخلي الطلاب فقط يطلعوا على الخريطة واضغطوا بس على الروابط عشان يحلوا الاختبار اضغط على كلمة من هنا. تمام? او لو انت بقى حابب تدلهم مساحة ان هما يعدلوا ويضوفوا ويمسحوا اضغط على كلمة ولكن انا بفضل ايضا بنفس الطريقة. لو انت حابب اللي يوصل لمساحة العمل او للخريطة بتاعتك لازم يمر بباسورد فعل ده وحط الباسورد مسلا ايه من واحد لاربع مسلا. بمعنى ايه? بمعنى ان دي بتعطي حماية اكتر للخريطة بتاعتك او بتخصص الخريطة للناس فقط اللي معاهم الايه? الباسورد. ايضا لو انتم فاكرين في الاول كنا بندعي بعض الناس. الناس اللي انت هتدعيهم هنا اللي هي ده يا جماعة. اهو اللي هي من هنا كده. هيقدروا يعملوا ايه? هيقدروا بقى يحط يشوفوا فقط ولا يحطوا تعليقات ولا يحرروا الخريطة بالكامل. انا بفضل يشوفوا وتبدأ بتحط اساميهم. لو هم تابعين ليه يعني منظومة تعليمية معينة على او هجذا. او يفضل انك تحط الايميل مباشرة وتبدأ تاخد اللينك من هنا بعد ما بتعمل يعني التنصيقات دي كلها. تاخد اللينك وتبدأ بقى تبعت لهم اللينك بكل ايه بكل بساطة. طيب ممتاز جدا. من هنا اقدر اعمل الفوتنج. الايه الفوتنج يا جماعة? الفوتنج اللي هو التصويت. انت كل طالب تقدر تدلو كم مرة يصوت خلينا اقول مرة واحدة بس. تمام? واضغط على كلمة بداية التصويت. شايفين? مفيش ولا واحد صوت لحد الان لان ما انا ما دعيتش حد وما فيش حد دخل معايا من هنا بنشير. يعني انا ما عملت شير دلوقت ما ما خدتش اللينك وبعدتو لطلاب. انما ممكن اوقف التصويت يعني في اي في اي وقت من هنا كده. طيب. من هنا بقى في حاجة مهمة جدا لو انا هشرح الخريطة دي مباشرة من الموقع ده. احنا لسه ما وصلناش لتحميل الخريطة يا جماعة كصورة او كملة في من هنا. ولكن انا حابب اشرح الخريطة بتاعتي من الموقع من هنا. اعمل ايه? اروح من هنا كده على ولكن في لازم اضيف الاول عشان يبدأ يتعرض في اضغط على كلمة بعدين اروح على الخريطة بتاعتي واحدد اللي انا حابب ايه? اشرح وفجال هنا. تمام? ممكن اضغط على ايضا واقفل من هنا وابدأ احدد الكسم التاني وهكذا يبقى انا عندي هنا كسمية. تمام? ممكن اروح كمان مرة. اضغط على واقفل من هنا واجيب الكسم اللي انا مش موجود معي وهكذا. لما بروح بقى على من هنا وبعدين اضغط على كلمة اللي هي بتتفعل بعد ما بضيف اضغط على كده او شايفين? هنا تلاتة. ليه? تلاتة من تلاتة ليه? لان اضيف او تلات اقسام. ده الكسم التالت. ده التاني. ده طبعا الاول. طب دي بتنفع امتى يا جماعة? بتنفع ان انا حابب احدد الشرحة. خلينا امسح دي كده من هنا. واعرفها لكم بطريقة احسن. خلينا اصغر شوية من هنا ايضا. وابدأ اروح على واضيف شايفين? انا فقط حابب اعرض ده في صورة لوحده. يبقى ده جالي الاول. اضيف كمان ساكشن. حابب اجيب الجزء ده اللي هو الجزء ده من الاسماك كده. في ساكشن لوحده جالي. حابب اجيب الجزء ده اللي فوق ده مسلا اهو. في ساكشن لوحده. وبعدين اضيف كمان ساكشن لوحده الجزء ده. شوفوا بما لما بعمل من هنا. كم ساكشن اربعة? ده الرابع. ده اللي فوق اللي اخترناه. ده اللي ده طبعا بتاع بتاع الاسماك. وده اعتقد بتاع القلب هو الوحده. وهكذا. فهمتو اصلا يا جماعة? حابب اشرح كسكاشن او اعمل زوم على جزء معين من الايه? من الخريطة. ولكن احنا ممكن ايه? ممكن من هنا خلينا نحزف دي عشان يعني يخليها شكل الخريطة مش كويس. من هنا كده. ولكن يا جماعة انا ممكن اشرح من هنا مباشرة. يعني ممكن اسحب انواع الاسماك دي كده. وابدأ بقى اكبر من هنا كده اهو. وابدأ بقى اعمل زوم او زوم اوت كده بالفارة. كده بكل بساطة. من هنا كده ايضا. ممكن اسحب من هنا اكبر على الجزء ده. اسغر وهكذا بكل بساطة. طيب. تعال بقى على التعليقات. لما بضغط عليها شايفين ده التعليق اللي انا كنت ضفته من الاول خلص وانا بشرح فيه. شايفين انا ضيف وانا كمعلم. ولو اي طالب ضاف اي تعليق بيجي لك هنا في قسم التعليقات هنا. تعال بقى على طريقة تحميل الخريطة دية اه كصورة او كاملة في من هنا كده اضغط عليها. لو حابب اخد يعني لينك قبل للمشاركة هياخدنا على نفس اللي احنا شرحناها من شوية من هنا كده. طيب اللي بعده اللي هو انا ممكن بقى اصدرها. طب اصدرها كايه? كصورة. خلينا اضغط على كلمة ايه? كلمة وطبعا لازم تفعل اللي اتنين دول. عشان لو انت مفعل ده هيجيب لك التحديد فقط يعني انت لو محدد الصورة هيصدر لك الصورة فقط. الغي دي خالص. وبعدين فعل ديت عشان يعمل ياخد لك الخلفية. لو انت عامل خلفية كصورة يجيب لك الخلفية معاك. اخد من هنا. وكلمة تمت تحميل يا جمعه كصورة بمنتهى البساطة. افتح الصورة بتحت من هنا. تفتح معايا الصورة اللي هي الخريطة التفاعلية الزهنية بمنتهى الايه? بمنتهى البساطة والاحترافية. كما ترون الان. رائع جيد. طيب ممكن ايضا ان انا حملها كاملفي من عند كلمة من هنا. وبعدين اضغط على من هنا كده. اهو هي بتكون مختارة تلقائي. وبعدين اضغط وبيطلب مني التسييف والحفظ في المكان المطلوب. وايه الاوبشن ده احنا عارفينه ان شاء الله. يا جماعة لو انا حابب يعني اخد لو انا حابب اعمل تضمين للخريطة ديت في موقع معين بيجيب لي الاوبشن ده اه حاجة متخصناش قوي. تمام? ممكن اخد احنسخها كصورة من هنا اهو. يعني كده انا سختها خلينا اصغر العرض من هنا شوية ونشوف اللي تحت دي. تمام اهو من هنا كده اصغر كمان شوية بس عشان نشوف اللي تحت دي. وايه احنا كده يا جماعة اهو. واجه على الصورة من هنا وروح بقى حطها في الورد في البساطة. طيب ممتاز جدا. طيب كده يا جماعة اعتقد ان انا شرحت كل شيء في هذه الخريطة من الالف اللي ان شاء الله. وما تنسوش ان شاء الله ان انا هترك لحضراتكم رابط الشرح القديم. ورابط هذا الموقع في صندوق وصف هذا الفيديو. وبكده يا جماعة اكون وصلت الى نهاية هذا الفيديو. اتمنى من الله عز وجل ان انا اكون قد سهمت في نشر اشيء هادف نافع. اؤجر عليه دنيا واخرى. بكل حب وتقدير واحترام. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.